موسيقى صبحكم الخير يوم الثالثة 17 أكتوبر اليوم الأمار مرافقنا من بارح من برش ترابي برش العثراء والأجواء اليوم جيدة بعدها الأبراج الترابي موالي برش العثراء موالي برش الثور وكذلك موالي برش الشدي كيف رح بيكون نهارنا مبلش مع برش الحمل؟ بالنسبة لك مولو برش الحمل نهار طويل نهار معقول يتعبك معقول يصير فيه تعب لأنه عم تشتغل كتير مش لأنه التعب انت خمول أو ما بدك تشتغل أو بالعكس اليوم فيه شغل كتير ويمكن حتى عم تشتغل على شغلتين بالوقت نفسه الأجواء متعبة ولكن فيه احتمال أنك تشتغل على ميشن على مهمة أو على شغلة بتود إلى تقدم وبالتالي ضروري شغلك يكون نظيف وضروري تنتبه شوي لصحتك تبقى الموالي الأكثر سعبا 17 و18 نيسان أبريل بنتقل لها برش الثور حاول تخلص اليوم شغلك مولو برش الثور لأنه الشغل الصعب خاصة يلي بده شوي تحظ بتلاقيه اليوم اليومين المقبلين ما رح تلاقي أهل قد حصوص وبالتالي اليوم نهار جيد لحتى تتفهم مع الناس تخلص حالك تسوي قضية تفك مشكل ويمكن أيضا لحتى تقوم بمبادرة كبيرة ومهمة وصعبة الأكثر هذا 21 و22 و23 نيسان أبريل بنتقل لها برش الجوزاء بالنسبة لها برش الجوزاء يمكن مدية أو مزعوج أو من الصبح منك مرتاح يمكن لأنه في عندك قلق أو هاجز إلو علاقة بأحد أشخاص بتحبهم أو يمكن أنت في عندك شغل بالبيت عندك مشروع عم تشتغل عليه في شوي التعب لكن بيقول لك أنه هالتعب بكرة وبعد بكرة بيعطوك النتيجة المفرحة يلي هي فعلا على زوءك خاصة مولود 14-15 و16 حزيران يونيو أنت الأكثر حظا كمل مع برش السرطان اليوم حلو مولو برش السرطان أنك تتفهم مع الناس اليوم نهار حلو لحتى تزور الناس اليوم نهار حلو لتسافر نهار حلو لتشوف شي جديد اليوم نهار حلو لحتى تقدر توضح أفكارك وحاول ما تكون كتير عاطفي فكر بمنطق وبتشوف أنه اليوم رح ترتاح كتير خاصة مولود 22-24 حزيران يونيو أنت اليوم الأكثر حظا كمل مع برش الأسد بالنسبة لبرش الأسد بعتبر هيدا نهار مفيد فعال يعود عليك بالمنفعة يعود عليك بالحظ يعود عليك بالنجاح أيضا الأخبار حلوة فيه ربح فيه مكاسب واحتمال تكون المكاسب كمانا معنوية فبالتالي فيك اليوم تشوف حالك وتكون فخور بنفسك الأكثر حظا 23-25 تموز يوليو بنتقل لبرش العذراء نهار ممتاز نهار ممتاز بيعطيك القوة والطاقة والحظ والحماسة وأيضا العزيمة الهم الإنسان بحاجة لإله اللي ينطلق بمشروع جديد هلأ مشكل الناس عندهم مشاريع كتير كبيرة لكن أحيانا فيه عتبات فيه خطوات منخدهم فيه مراحل نطوية من حياتنا مننتقل لمرحلة جديدة هلأ مولود برش العذراء أنت مقبل على هيك مرحلة وفيك تقول أنه أنت تقريبا صرت عشاط الأمان وأنت منطلق بمسار وبخطة جديدة مفروض حتى لحالك لكن كن حذر جدا إذا كنت من موليد 19-22 أيلول سبتمبر كوكل مريخ حد برشك هذا معناته أنه فيه احتمال تجذب لنفسك مثل المغناطيس المشاكل والمتاعب فما تجازف بنتقل لبرش الميزين مولو برش الميزين اليوم ما تتحرك ما تقوم بحركة مبادرة كبيرة مهمة بدأ حظ الوقت مش هيك الوقت ضدك بكرة الوقت لألك بكرة الحظ معك اليوم نهار بخيب الأمل بتعب بمرد هيدا نهار معقولة يصير فيه مشاكل معقولة تتغير حجوزاتك وما تكون راضي تبهم للمحتالين أيضا بتبقى فيه بعض الاستثناءات موليد 25-29 أيلول سبتمبر أنت الأكثر حظا تكمل مع برش العقرب بعتبر اليوم مولو برش العقرب بمرحلات مساهمة ومشاركة اليوم وجودك حلو أنت بتنبسط أنت بتاخد روح شوي بهالناس بتنبسط بوجودك حدهم بتطمم بالك بعكس اليومين المقبلين يلي هني سفر وبالتالي بهالث لاتة أيام إذا فيه شي مهم اليوم بتتحرك اليوم بتبادر اليوم بتشتغل وإلا إذا بدك فيك تترك لنهار الجمعة السبت أو حتى الأحد الأكثر حظا لأنه كوكب المشتري جالب الحظ موجود عندك والحظ عندك هو إذا كنت موليد 24-25-26 أكتوبر بنت إلا برش القوس مولود برش القوس نهار متطلب متطلب يعني فيه demand يعني الشغلي حتى ولو صغيري بتحسه أنه إف شو عم تيخذ من وقتك إف شو عنده نمطاليب بدهن الورقة بدهن هاي بدهن الموديل هيك بدهن الشكل هيك فيه شغل فيه مطاليب عساسي مفكر أنه خلصت شغلك بطلع فيه شغل زيادة حتى التلميذ اليوم مفكر أنه خلص دفورات وبيطلع عنده فيه دفور زيادة بيكتشف وبالتالي اليوم نهار متعب لكن ما أنه سلبي فما ضروري اتعصب وكون حذر لأنه زحل بعده عندك مولود 15 16 و 17 ديسمبر بنتقل لبرش اللي شدي نهار ممتاز بيملك هالنهار من الحظ والطاقة والقوة لحتى يوصلك إلى خط الأمان إلى خط النهاية وإلى النجاح والإنجاز وحتى الإبداع إذا بدك من الأيام الحلوة جدا بهيدا الشهر فحاول أنك توظف كل طاقاتك ومواهبك وتركز بكل قلبك لأنه هيدا نهار بكيف أك لكن ضلك حذر ما تزد حالك زت بولود 17 8 كنون الثاني يناير كمل مع برش الدلو بنسبة لبرش الدلو بكرة أكيد أفضل من اليوم لكن نهار لا بأس به لتصبيت وتجهيز وتمهيد وتحضير المسبق لهالأعمال الكبيرة يلي بكرة وبعد بكرة فيها تحمل لك النجاح والتفوق اليوم نهار تقني أوراق تحضير وراء تحضير كل شي ترك المؤابلات والمبادرات والخطوات الحاسمة لبكرة الأكثر حظاً مواليد 21-22 كنون الثاني يناير بنتقيل لبرش الحوت بالنسبة لبرش الحوت اليوم مولوبرش الحوت بتزكزك بسرعة يعني اليوم تقع ضحية الاستفزاز بسرعة ليه؟ لأنه نفسيتك هي ديفنسف كأنك محضر حالك أنه في مؤامرة ضغري إذا حدا فتحت مو ضغري أنت جاهز لحتى تدافع عن نفسك مضروري حط حالك بجو أنه الناس بتحبك لحتى هيك تمتني عن جذب السلبيات الطاقة تجذب الطاقة إذا أنت نفسيتك مرتاحة على الأقل تجذب أمور شوي مرتاحة الجو اليوم كهرب نتفي فحاول تخفف نتفي من التوتر بشكل خاص عند 2 و 3 أدار مارس بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم هادي سنة بعتبرها هادي سنة لحتى تدرب حالك أكتر تتعلم أكتر لحتى تقوي حالك بكل شي عمدكي بغض النظار عن عمرك هادي السنة على الأرجح في عندك انطلاق على صفحة كتير كبيرة لانطلاق على صفحة جديدة ومهمة جدا وكأنك عم بتغير مسار أو عم بتغير خيارات كبيرة أكتوبر شباط فبراير حزيران يونيو هني أفضل أشهر إلى اللقاء بكرة براج جديدة شكرا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة